الموت يحيط بسكان من كل جانب مع الجرذان والأفاع والحشرات يعيشون وسط بيوت قصدرية آيلة للسقوط في أي لحظة درجة الحرارة داخل هذه البيوت تقارب الخمسين درجة قربهم من المنطقة الصناعية جعلهم يتنفسون دخان أكبر مصنع لتكرير الغاز والبترول في الجزائر معاناة لم تقف عند هذا الحد فالطريق رقم ثمانية عشر أو طريق الموت كما أسمه سكان المنطقة بعدما حصد العديد من الأرواح بات مصدر رعب آخر للسكان نطلب من كم تشوفوا فينا ومدى بكم ترحلونا في أقرب وقت الزرمومية الديرين فينا حالة البخاخش كافارات سدوا اللي قعد يدخلوا الشتاء الله لا يشوف كمكون حتى يجيتي وعندنا في الشتاء الماء مننا يهبط هك يفيد من نعسوش الباب ما يخرش من تحت هالما تلمون سادينها باش ما يدخلوناش البخاخش الماء يترك لنا هك يطلع من بيت ونخرجوا فيه بالدالة نوية رأي ولدي رأينا عايشين مع الفيران رأينا عايشين مع الحناش رأينا ما هيش عيشة ولدي كيعود الرجل ما هوش خدام المرأة ما هيش خدامة الميزرية اللي عدت علينا ولدي تعالي إرهاب وانتع الجوع وانتع كل شا ولدي جدنا هربنا في الجبازي ناكم تشوفوا في الحالة انتعنا حوالي خمسين عائلة تعيشوا الويلة في هذه المنطقة ينشدون رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لرد الاعتبار لهم بعدما ملوا وعود سلطات المحلية على أمل أن يسمع صوتهم هذه المرأة ترجمة نانسي قنقر